موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلز الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم حررت قوات الجيش الوطنية اليوم مواقع جديدة غربي محافظة تعز وقال المركز الإعلامي لقيادة محوى تعز أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبلية الدرب وعلقة في جبهة الكدحة واستعدت مدرعة ودبابة وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة وفي جبهة مقبنة تمكن الجيش الوطني من تحرير جبل المطار وسيطرة ناريا على طريق منطقة الطوير وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تواصل عملياتها باتجاه منطقة الطوير والمناطق المجاورة في ظل خسائر كبيرة تكبدها ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما معاكسا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بالجوف تمكنت على إثره من تحرير واستعادة عدد من المواقع كما حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة في جبهة محزام ماس شمال غرب محافظة ناريب بعد معارك أسفرت أيضا عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتل وجريح أكد محافظ محافظة ناريب اللواء سلطان العرادة أن مأرادة ستظل قلعة قوية مستوعبة لكل من فيها ومحافظة على النظام الجمهوري وبقاء الدولة وقال العرادة في مؤتمر صحفي نظمه مركز صنعال الدراسات مع مجموعة صحفيين من وسائل إعلام عالمية إن ميليشيا الحوثي تسعى للسيطرة على محافظة ناريب منذ 2015 لكنهم لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك وأوضح المحافظة العرادة أن مأرب لم تستسلم سابقا وهي تقاتل لوحدها ولم تستسلم الآن ومعها كل أبناء الشعب اليمني ومن ورائهم التحالف مشيرا إلى أن مندوب إيران العسكري حسن إيرلو يقود العمل العسكري والحوثي وهناك عناصر لبعض القوى المرتبطة بإيران موجودة في اليمن وتتشارك أو تشارك في المعارك الجارية جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم استهداف الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة امرأة بجروح خطيرة إثرى قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية في مدينة حيس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض تدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية وكانت قوة التحالف أعلنت أمس اعتراض تدمير صاروخ باليس أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والعيان المدنية دعا للتحادل الروبي هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية مؤكدا رفضه لاستهداف المدنيين وطلب الاتحادة الأوروبي في بيان بعدم تقويض جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في اليمن وجدد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث من أجل توصل إلى حل سياسي دعت منظمة الهجرة الدولية ميليشيا الحوثي السماح للعاملين الصحيين والإنسانيين بالوصول إلى المهاجرين الأفارق المصابين في الحريق المميت الذي وقع الأحد الماضي في مركز الاحتجاز ينوب شرق العاصمة صنعاء وقالت الهجرة الدولية في بيان إنها تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحة وأن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في الحريق لا يزال غير مؤكدا وقد دانى وزر الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الجريمة المروعة التي ارتكبت في أحد مركز احتجاز المهاجرين الأفارقة الذي تديره ميليشيا الحوثي بصنعاء وأدت إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقا وأوضح الإرياني بأنه تم دفن المتوفين بإحدى المقابر المستهدفة بشكل جماعي في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على الجريمة وقال الوزر الإرياني إن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة وتخييرهم بين الالتحاق معهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم مشرا إلى أن التقارير تؤكد مساعي ميليشيا الحوثي لطمسي أسباب ومعالم الجريمة مطالبا بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاصبة المتورطين فيها والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية نهاية المجز أدمتم في رعاة الله اشتركوا في القناة